أربعة جوالات وجهة نظر أستاذ محمد أن التحكيم هو أقل ما في المنظومة حتى الآن من وجهة نظرك التحكيم يعني هو أفسد حيات كثيرة أفسد يعني أقصد أفسد في الأربعة أسابيع دولة أفسد طبعا وكمان بيضيع على ناس شغلها خاصة أن واحد زيبيت سمو سيماني واحد زيبيت سمو سيماني تحديدا وأنا أقصد المقول كمان سيماني شغله الحقيقي اللي في المعلعب في التدريبات مش باين أحد أسبابه الرئيسية هالحكام لأن الناس كتير جدا بتقيم عن طريق النتيجة أنا كمدير فني لو نحسبها حسابات مختلفة كده شوية ضربت جزاء محمد شريف في المباراة اللي فاتت اللي هي ما تحسبتش في الداية 22 هل المقولين العرب كان هيكمل المباراة بنفس الأسلوب لو النادي الأهلي متقدم بالنتجة واحد صفر بداية 22 كان هي هاجمك هو ده اللي عايزه بتسمو سيماني كان في الداية 12 ما كانش في الداية 22 بداية 12 يحاول يقفل على النادي الأهلي بيحاول أنه ما يسيبش مساحات لأن النادي الأهلي معروف أنه الأطراف بتاعته خطيرة في التنميرات بتاعت عمر السورية كل النادي الأهلي بيعرف يوصل الجون إزاي هو طول ما هو بيوصلك من نقطة أن أنت مش قادر تجيب الجون الأولاني هو كده مرتاح بالزبط وبالتالي إلعب في النص الملعب زي ما أنت عايز حاول زي ما أنت عايز إنما لما تجيب جون مشار في جون النادي الأهلي حسابتك هتبقى مختلفة لو الفريد اللي قدامه فتح المباراة ده نفس الكلام بالزبط بيحصل في كل المباراة النادي الأهلي لعب أربع مباراة لعب المباراة الإسماعيل اللي مكانش فيه أخطاء تحكمية مؤثرة كسب أربعة صفر بكل أريحية المباراة الثانية كان البنك الأهلي لعب بنفس الطريقة اللي كنا بنتكلم بها اللي هي الزون والنادي الأهلي قدر أن يتصرف المباراة وكسب ندي الزمالك لما لعبت وما كانش فيه تدخل تحكيمي كان النادي الأهلي كسب خمسة إلى أن ظهر الاحتواء زي ما عارفين ثم المباراة اللي بعدها لو تكلمنا على المقاولين نفس الفكرة اللي أقولك عليها إذن هو بيفسد شغل المدير الفني لو المدير الفني قدر يطبق خططه بدون تدخل التحكيم تحديدا وجهة نظر الناس ستختلف في تقييم شكل الفرقة نفسه الفرقة ستكون تلعب بأريحية الفرقة اللي دمه سيكون فاتحة وبالتالي تعرف تطبق اللي أنت عايزه اللي تتمرن عليه إذن التحكيم لابد أن يكون كده أنت اخترت كلمة أفسدة طبعا 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 يعني أنا ما فيش كين مقولها ما كونش مقصودة خاصة في موضوع التحكيم كابتن إسلام ليه أفسد؟ لأن أقبل الخطأ لو ما فيش آلة ده أقبله إنما طالما فيه فار وفيه جنبه حد كمان مساعد وفيه إمكانية أنك تعيد اللي أطاق وفيه إمكانية أنك تعمل كل حاجة وفي الآخر لا يتم الاستدعاء فيه نقطة مهمة جدا بس برضو دايما الحكام مع النادي الأهلي تحديدا احسب الخطأ وبعد كده نتفهم يعني احسب ضربة جزاء وبعد كده نتفهم احسب احسب للأهلي على الأهلي على الأهلي على الأهلي إنما لو الخطأ للأهلي ماشي 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 ولو الفار ندهني تماما ندهنيش انت محسنش ليه الفار ما جدنيش ده معنى إيه؟